طيب السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله يسعد مساكم يا شباب طيب زي ما اتفقنا اليوم بشرح لكم إن شاء الله المحاضرة الأخيرة من بدايتها إلى نهايتها شف النواقص اللي عندك وحاول تغطيها إن شاء الله من خلال هذه المحاضرة وزي ما اتفقنا لأسبوع الجاي إن شاء الله اللي هو أسبوع الفاينال لاب ما رح يكون في شرح خلاص هذي آخر بتكون آخر محاضرة في المنهج فاللي عنده سؤال يجيني إن شاء الله خلال المحاضرة أو يتواصل معاي ونحل إن شاء الله تساؤلاتكم طيب خصائصها اليوم بنبدأ في الValve Accessories وبعدين بنروح للValve Configuration وقلنا الValve Configuration الControl Valve Configuration ممكن يكون كControl Valve يعني يتغير من صفر إلى مية يعني أقدر أضعه فيه أي مكان أو إنه يكون On Off Valve فيا أما يكون Fully Open أو Fully Close هذه الConfiguration تبع الControl Valve وبعدين نروح على Flow characteristics وهي أشكال على حسب فتحة الفالب وهذه أنا أحددها وراح نشوف ثلاثة نواع مختلفة وبعدين بنمر على الValve Flow Capacity أو الValve CV وبناخذ عليه بعض الحسابات وكذلك الSelection Parameters يعني وش النقاط اللي نحتاج ناخذها بعين الاعتبار لما نختار الControl Valve في الApplication والبروسيس تبعنا وآخر شيء بعض المشاكل اللي تواجهنا في الControl Valve اللي هي الكافيتيشن والفلاشين طيب خلنبدأ في الValve Accessory وقلنا الValve Accessory هي Devices بعض الأجهزة اللي تركب مع الActuators عشان تكمل وظيفة الControl الControl Valve وأخذنا عليها بعض الأمثلة وقلنا الأشهر الValve Accessories اللي هو أوشي Air Brush Regulator وعرفنا وظيفته والVolume Booster Limit Switch الI2B Converter الPositioner والSylenoid والSylenoid Valve الآن خلينا نشرح كل واحد على حدة Air Brush Regulator طبعا احنا نعرف ان كل نيوماتيك ديفايس يعني كل جهاز يتعامل بالنيوماتيك سيغنل أو الهواء يحتاج نيوماتيك سبلاي ولما أقول نيوماتيك معناها Air هوا فلما يكون عندي جهاز يتعامل بالنيوماتيك سيغنل لازم أوصل له بعض الأير سورس أو الأير سبلاي تمام؟ زي الأجهزة الكربائية تحتاج Electric Power Supply طيب الآن لما أعطي هذا الجهاز Air Supply أول شيء لازم أبحث من وين أجيبها الأير سبلاي في مصادر كثيرة الكمبرسر هو من أشهر المصادر طيب الكمبرسر الآن في بعض الأحيان يعطيني قيم كبيرة جدا يعني ممكن أن يصل لي لأربعة بار خمسة بار ستة بار عشر بار وهذه القيم يمكن بعض الأجهزة ما تتحملها كسبلاي فلازم لابد أن يكون عندي حلول بحيث أني أستخدم هذا المصدر وأركبه في جهاز بعدين يطلع لي قيمة معينة أنا أحددها ويتحملها الجهاز بشكل سليم المسألة الثانية أنه هذا المصدر أو الكمبرسر هذا ما يعطيني دائما قيمة ثابتة لا فهي قيمة متغيرة مع الوقت وهذه برضو تعتبر مشكلة في أي جهاز يعني تخيل عندك لمبة مثلا لما يكون عندك لمبة هذي 220 وتعطيها باور سبلاي مرة 110 مرة 300 هذا ما يصلح فلذلك أنت تحتاج طول الوقت أنه يوصل لللام 220 باور سبلاي هذا يسمونه ريغوليتد ريغوليتد باور سبلاي نفس الشي أنا أحتاج ريغوليتد اير سبلاي طيب وش الحل الحل أني أستخدم هذا الجهاز اللي اسمه اير برشور ريغوليتر فيأخذ اير يشوف البرشور تبعه يعمل تمام فلذلك سميه اير برشور ريغوليتر طيب كيف طريقة عمله هذه صورة توضح لي اير برشور ريغوليتر طبعا قبل ما أبدأ فيها خلينا نعرف في عندي ثلاث أشياء متغيرات في الكنترول أو أي فالب بشكل عام كل ما تغير أحدها يغير في في الباقي مثلا وخليني أضرب فيها مثال وقارنها كأيكوفلنسي مع مع سيمبل سيركت في الإلكترك سيركت اللي تعودتوا عليها في السيمبل دي سي سيركت احنا تعودنا على ثري تيرمونالز اوكي الثري تيرمونالز هذه هي الكارنت فولتج والرزيستنس تمام طيب اللي قابلها في جهة أو في عملية الفالبز الكارنت تعريفه هو الفلو في الكترون أوكي فلذلك الآي هذه الكارنت في الإلكترك سيركت رح يقابلها الفلو في البروستس عندي تمام الفولتج الفولتج هو مقدار أو فرق الجهد ودائما نسميها الفولتج اللي يمر في الريزيستنس اللي تاخذ الريزيستنس نسميه الفولتج دروب تمام نفس الشي رح نسميه بروشر دروب إذن البروشر دروب عندي اللي يمر بين الإنلت والأوتروت في الفالب أوكي رح يقابله الفولتج دروب اللي في في الدي سي سيركت تمام الريزيستنس في الدي سي سيركت يقابلها الفالب بكلوزنج بالتالي هذا هذا إكوفلنت لهذا وهذا إكوفلنت لهذا وهذا إكوفلنت لهذا لذلك زيادة الفلو يعبر عنها زيادة التيار في الدائرة الكهربائية زيادة الفولتج دروب هو نفسه زيادة البشر دروب في في الفالب بروسس زيادة إقفال الفالب كلما قفلت الفالب أكثر بمعناها كأنك زدت الريزيستنس أكثر للبروسس طيب خلينا نشوف الآن علاقة مبسطة بينهم طبعا مع أن الفيديو على اليوتيوب يمكن أطول في المسألة هذه فإذا كنت فاهمها ممكن أنك تسوي سكيب أو تعد المقطع للنقطة اللي بعدها خلينا نشوف الآن كلما قفلت الفالب أكثر أو كلما فتحت أكثر فأنت تغير في مقدار الريزيستنس لذلك خلينا نقول هنا الريزيستنس هنا كلما زادت في الدائرة الكهربائية مثلا خلينا نشوف في الدائرة الكهربائية كلما زادت قيمة الريزيستنس إشتار في الفولتج رح يزيد عندي الفولتج دروب كلما زادت قيمة resistance كل ما أخذت voltage أكثر فبالتالي قيمة voltage drop أو مقدار تغير voltage رح يزيد معي طيب في نفس الوقت كل ما زدت قيمة resistance رح نعرف أنه إيش التيار رح رح يقل قيمة طيب خلينا نشوف الجهة الثانية في ال valve process كل ما زدت ال valve closing اللي هو يمثل أو يعادل زيادة resistance في الدائرة الكهربائية كل ما زدت ال valve closing إيش رح يصير في ال brochure drop رح يزيد عندي ال brochure drop الدلتبير رح يزيد يعني رح يصير عندي brochure drop أعلى وفي نفس الوقت رح يقل الفلو عندي كل ما قفلت ال valve كل ما قل كل ما قل الفلو طيب كيف طريقة عمل ال يعني لاحظ هنا الآن هذه فتحة ال valve كل ما قفلت فتحة ال valve كل ما صار فرق ال brochure بين النقطتين هذه أعلى وكل ما قل قيمة الفلو الخارج كل ما قلت قيمة الفلو الخارج تمام هذه فكرة ال control valve طيب الآن خلنا نمثلها أو ناخذ مثال على ال brochure regulator وكيف طريقة عملها إحنا نعرف أنه ال plug هذه رح تكون at equilibrium position لما تكون الفورس متساوية فالفورس اللي في الأعلى لازم تكون متساوية مع الفورس اللي اللي من من أسفل طيب كيف رح يصير هذه خلينا نشوف لنفترض أنه في البداية أنا عملت set باستخدام هذا ال regulator أوكي باستخدام هذا الفلو عملت set مثلا مثلا كان ال input في البداية عندي اللي هي point one أو state one كان ال brochure عندي 60 psi رح تغيرت فتحة ال valve عفوا ال set adjustment تبع regulator أوكي عشان أحصل على output 20 psi عشان أستخدام مثلا في جهة مثلا آيتو بي كوبرت طيب الآن كم ال brochure دروب عندي ال brochure دروب 40 لنفترض أنه ال air supply عندي زاد compressor أعطاني air supply أعلى فصارت point two الحين أو state two صار عندي مثلا نقول أنه ال air supply صار عندي 80 psi الآن عشان أحصل على output again 20 psi إيش لازم إيش صار عندي لازم ال brochure دروب بيزيد يعني لاحظ في الحالة الأولى كان عندي 60 وحصل عشان أحصل على 20 لازم يكون ال brochure دروب 40 في حالة أنه air supply يزاد وصل 80 أنا بغى ال brochure دروب يكون 60 الآن عشان أحصل على 20 أنا ما بغى العشرين هذه تتغير طيب ما تتغير لما كان عند 60 psi معناها الفورس اللي تحت اللي جاية من أعلى الفورس تبع spring أوكي كانت مساوية للفورس اللي جاية من 60 psi حلو فوصل الديافرام عند عند هذه المنطقة equilibrium position الآن لما صار ATPSI وش صار الATPSI هذه صارت أعلى فبالتالي الديافرام هذا رح يطلع فوق أوكي لما يطلع فوق هذا الديافرام طبعا فعليا هو مربوط مع البلغ لما يطلع فوق هذا الديافرام فبيسحب معه البلغ وبيسحب معه البلغ هذه واحتمال أنها تصل للمنطقة هذه فبيقفل البلغ أكثر وفعليا رح أحصل على pressure drop أعلى ورح يبقى الoutput ثابت أتمنى أنها تكون واضحة فكرة الair pressure regulator فهو طول الوقت self regulating جيت أبغير من 20 مثلا أحتاج إلى 30 أببدأ أغير في هال sit point adjustment هنا إلى أن أحصل على القيمة القيمة المطلوبة طيب هذا بما يخص الair pressure الair pressure regulator طيب الجهاز الثاني أو الaccessory الثاني اللي هو volume booster الvolume booster طريقة عمل مقاربة جدا جدا للair pressure regulator لكن بنشوف وش وظيفت أو ليش يستخدم في as control valve accessory الvolume booster عندي use to increase the volume هو ما قال increase the pressure يعني ركز فيها هذه هو ما رح يزيد البرشر هو رح يزيد مقدار الفوليوم مقدار الفلو تبع الهواء إيش الهدف من أنه يزيد مقدار الفوليوم عشان يسرع حركة عشان يسرع حركة الفولف لكن كقيمة برشر نفسها ويمكن ضربت لكم مثال في الكلاس اللي هو لما نجي على الطاولة وندف الطاولة كم الوقت يعني ناخذ عشان نوصل إلى الهدف تبعنا فلما يكون واحد الوحدة على برشر معين بياخذ وقت أعلى بس لما نجتمع احنا اربعة لنفس البرشر بنحرك الطاولة بشكل أسرع إلى الهدف بدون ما نغير قيمة البرشر طيب إذن الهدف الأساسي لاستخدام الوليم بوستر هو بمعنى أنه أسرع من حركة الفالف نفسه طيب إيش الفرق بين أو بين ال لاحظ هذه الصورتين تمثلي العليسار ال والثاني اللي هو الوليم بوستر لو تلاحظ كميكانزم تقريبا مشابه بشكل كبير جدا للجهازين ولكن الفرق اللي هو الست adjustment من اللي حدد قيمة ال input للجهاز نفسه في airbrush regulator هي ماني ولي أنت اللي تحددها فتستخدم الست point adjustment وتغيرها حسب القيمة اللي تحتاجها في الvolume booster لا الvolume booster الست adjustment هي تجيني من control signal هي اللي تدخل على الvolume booster ومن خلالها تحدد قيمة الoutlet الoutlet pressure طبعا في أغلب الأحيان الvolume booster يستخدم الpressure الداخل هذا هو نفسه اللي رح يطلع الخارج ولكن مو على كل الحوال ممكن أني يستخدم الout يساوي double input وممكن أني أخذ الout put ك fraction يعني نصف ربع ال في control valve application control signal أو ال input signal للvolume booster pressure هي نفسها الoutput signal pressure ولكن باختلاف باختلاف الفلو فالفلو هنا قليل جدا بقيمة المعينة وهنا الفلو بيكون أعلى بنفس قيمة بنفس قيمة المعينة طيب نروح للأكسيسوري الثالث الأكسيسوري الثالث اللي هو المت سويتش مجرد ما نقول حالة معينة switching ولما أقول limit معناها حد معين فإذا قلت limit switch معناها إذا قلت limit switch معناها لما يوصل عند حد معين يعطيني switching وممكن هذه switching استخدمها توريز alarm lamp buzzer يعطيني indication معين وعادة تستخدم في control valve لمعرفة متى يوصل هل حالة الآن الفال fully closed أو fully open فإذا وصل عند fully open يعطيني switching وإذا وصل عند fully close يعطيني switching من ناحية الثانية طيب هل limit switch دائما يكون لازم يكون فيه تلامس يعني لازم يوصل في قطعة معينة تضرب في switch وبعدين يتغير حالته لا مو شرط في بعض نوع ال switch تكون contact switch يعني ليش سموها proximity proximity معناها قرب الجسم من هذا المفتاح ومن هذا switch فإذا قرب الجسم بطريقة معينة يعطيني indication فما رح يكون فيه أي contact بين الجسم وبين وبين switch طيب الان contact switch مفهومة وواضحة يعني الجميع يعرفها لكن proximity switch فيه أنواع كثيرة رح نذكر أربع نواع منها طيب أول شي وش نقصد في proximity switch هي detecting the proximity اللي هي closeness of the object طيب كل proximity switches هي عبارة عن non contact sensors يعني بدون أي تلامس باستخدام إيش يعني وش signal اللي تكون عن طريق الماغنتيك يام عن طريق الالكتريك يام عن طريق الابتيكل يام عن طريق الالترا sound الالترا sound waves طيب وش أنواع ال proximity switches اللي رح ناخذها أول نوع ال inductive proximity وعليك أنك تعرف في بعض النقاط المعينة والفرقات بينهم أول شي خلنا أخذ مثال على inductive proximity يستخدم مع يستخدم مع metallic عن معدن موصل للكهرباء تمام فإذا جبت لي جسم غير معدني غير موصل مثلا بلاستيك وجبت معه inductive proximity switch ما رح يعرف هل مر من جنبها أو لا فلذلك لازم يكون الجسم معدني في هذا الحال أستخدم inductive proximity طيب وش نوع السيغنال اللي رح تكون عندي رح تكون عندي high frequency magnetic magnetic field هذه عبارة عن inductive proximity إذن يهمني لما تعرف نوع switch يهمك وش نوع الobject اللي يتعامل معاه وش نوع السيغنال اللي رح تكون موجودة من خلال مرور الجسم أو قرب الجسم من هذا switch طيب الآن خلصنا من inductive إذن inductive لازم يكون metal وهي عبارة عن magnetic field طيب الكباستف الكباستف لازم يكون non metal يعني البلاستيك لازم استخدم معاك كباستف في الحالة هذه وهي عبارة عن electric field مجال كهربائي الثالث optical مجرد ما تسمع optical معناها ضو فلما نقول optical proximity معناها الجسم هذا رح يقطع عندي light beam عندي إشعاعات معينة إذا مر عليها الجسم رح يكون حاجز بينها فمجرد ما يمر الجسم ويقطع هذه light beam عارف بمرور الجسم ويعطيني indication وال ultrasonic proximity لما يكون عندي الجسم هذا تكون density تبع عالية فرح تنعكس الموجات الصوتية ومن خلال reflection تبعها ولنعكس رح أعرف بمرور الجسم لكن الجسام الخفيفة قليلة ممكن أنها تخترق الموجات الصوتية وما يعطيني أي indication بذلك عادة تكون for dense مثلا ولها رين جمعية إذا عندي أربع نواع inductive لازم يكون metallic وهي عبارة عن magnetic field الكباستف لازم يكون non metallic وهي عبارة انترابشن للايت بيم انترابشن يعني كأنه انقطاع الالتراسونيك هو عبارة عن reflection تبع الالتراساون ويف ليش لل dense object طيب نروح للجهاز اللي بعد اللي هو ال i2b transducer ال i2b transducer طيب ال i2b transducer أو ال i2b converter الجميع يعرف مر عليكم هو يحول لي الالكترك إشارة الكهرباء اللي جايتني من control signal إلى إشارة هوا أو إشارة pneumatic يستقبلها control valve إيش السبب واضح السبب لأنه عادة أن control signal تكون عندي current وهذا المتعارف عليه 420 ميلي امبير 420 ميلي امبير هذه لازمة ترجمها إلى قيمة معادلة عشان يفهمها control valve مثلا إذا لما يكون عندي pneumatic control valve pneumatic actuator ما يتعامل إلا مع air signal فلذلك لازم استخدم هذا الجهاز الـ i2b converter راح يحول لي current signal إلى مقابل لها ومعادل لها كإشارة هواء pneumatic ورح يفهم control valve كم يحتاج ه controller من signal تمام طيب الآن هذا شكل معين الفقر هذا هو يبين لك طريقة تركيب الـ i2b converter طبعا بما أن i2b converter يعطيني output pneumatic signal لازم أعطيه مصدر هواء يعني مثلا 3 to 15 هذه من وين تجيبها لازم يكون عندها supply وعلى الأقل لازم تكون أعلى من أعلى قيمة يقدر يخرجها يعني مثلا أعلى قيمة عندي 15 psi السورس لازم يكون أعلى من 15 psi فعادة الـ i2b converter ياخد 20 psi طيب 20 psi هذه من وين حصل عليها من air source يجيني من compressor طيب اتفقنا أن الكم بروسر ممكن يعطيني هواء عالي أو متغير فلذلك الحل أني أستخدم air pressure regulator إذن هذا هو air pressure regulator راح يجيني هنا air supply لنفترض أنه عندي 60 دي psi في الجه هذه أوكي ورح يطرع لي هنا مثلا 20 psi اللي نحتاج ها من خلال air pressure regulator تغيرت هذه 60 psi صار 80 راح تبقى هذه 20 ثابتة غير غير متغيرة على حسب ال-6 adjustment اللي عملتها في air pressure regulator طيب هذا راح يوصل supply لل i2b converter وصلت لي signal هنا 420 راح يطرع لي output 3 to 15 psi فال-4 تمثلي 3 psi 20 mAh تمثلي 15 psi ال-50% مثلا 12 mAh يمثلي 9 psi اللي هي ال-50% في pneumatic range هذا بما يخص ال-i2b transducer نروح للجهاز الأشهر والأهم واللي يميز كثير من الخصائص عن ال-i2b converter ورح نمر عليها أول شي positioner وبعض الأحيان يسمونها position controller أو valve position controller فهو يتحكم في مكان أو فتحة ال-control valve طيب عشان بما أنه متحكم هو ما راح يتحكم من كيفه فلذلك هو راح يستقبل signal من controller ورح ياخذها على أنه ال-sit point وبعدين راح يأطي out ال-control valve وبراج فتحة valve فرح دائما كل مرة راح يقيس فتحة valve أو مكان valve position راح يقيس ويأخذها كfeedback يقارنها مع ال-control signal ويعطي output بناء عليها زي إذا درستو في ال-bid هو هذا يعني يعمل مقام مقام ال-controller له bv وله sit point ويعطي output بناء على مقدار error أو الفرق بين bv وال sit point طيب عندنا نوع نيوماتيك وإلكترون نيوماتيك وديجيطال وعرفنا الفروقات بينها طيب نروح لمميزات البوزيشنر طبعا زي ما تلاحظون أنه عندي هنا هذا هو البوزيشنر أوكي وتلاحظون أنه في عندي ثري قيجز طبعا هذا أعتقد أنه أعتقد أنه هذا إلكترون نيوماتيك بوزيشنر أو نيوماتيك بوزيشنر ممكن طبعا لو كان هذا نيوماتيك بوزيشنر ثري قيجز هذه تمثل ليش يتمثلي واحد يمثلي Air Supply للPositioner الثانية يمثلي Control Signal اللي جاي من بعد I2B Converter وصله Current حول Current إلى Neumatic Signal دخلت الNeumatic Signal كإمبوت إلى الPositioner وهو راح يستقبلها هو والثالثة هي عبارة عن الأوتبوت اللي رايح للأكتشويتر وعشان كده تشوف عندك ثري جايجز طيب كيف راح يقيس احنا قلنا أنه الPositioner هذا إذا اعتبرنا أن هذا الPositioner أوكي فهو له سبلاي بما أنه يتعامل مع هوا لازم أنه يكون عنده Air Supply الInput اللي هي Control Signal تمام وراح تكون عنده مثلا Neumatic إذا كان Neumatic Positioner وراح يعطيني Output مناسب لحركة الفرد طيب الآن شلون راح يتعامل الPositioner احنا قلنا أنه هذه هي Set Point تمام وهذا هو Output إذا عملناها بالطريقة هذه صار عندي Open Loop يعني Whatever Set Point اللي داخله راح يعطي Output بناء عليها ولا راح يدري وين مكان وين مكان يعني كل مرة راح يشوف وين مكان وين مكان فتحة الفلف حاليا فايش راح يصير اللي راح يصير انه وين مقياس الControl Valve لاحظوا هي هنا بالضبط هذا هو مقياس فكل ما طلع الControl Valve راح يغير مع حركة الArm هذا Feedback Arm مجرد ما يتغير ال Feedback Arm هذا راح يغير اللي في بعض الميكانزم داخل الPositioner هنا كل ما تغير هنا الميكانزم داخل الPositioner بيقارنها مع الSet Point وبيعطيني Output الControl الActuator بحيث انه يوصل الError الى صفر الError بين ايش الError بين الPV والSet Point هذه اللي هي الControl الControl Signal على سبيل مثال خلنا اخذ مثال بشكل سريع لنفرض انه الControl Signal كانت 12 ميلي أمبير اوكي 12 ميلي أمبير يعني مثلا هنا 12 ميلي أمبير 12 ميلي أمبير هي تعادل 50% يعني الControl Signal قالت يا الControl Valve افتح لي 50% ايش رح يسوي الPositioner استقبل استقبل هذه السيجنل كSet Point اعطى Output الى الActuators بدأ يفتح الValve او يقفل ايش رح يسوي الPositioner الPositioner عينة هنا عينة هنا هذا الFeedback Arm هو اللي يعطيني قياس او وين فتحة الValve لنفرض لنفرض انه فتحة الValve الان كانت 40% ويش رح يسوي الPositioner رح يقارن ال40% مع ال50% شاف فيه فرق اذا قال بزيد هوا زاد هوا الى الActuators طلع هذا الى خلنا نقول 60% لما وصل ال60% رح قارن بين ال60% وال50% قال لا انا احتاج اقلل اقلل الPositioner فلذلك يعتبر Closed Loop Control Closed Loop Control يعني كل مرة يكون فيه Feedback وقياس لكن الI2B وبالLoop Control فهو ياخد Signal ويعطي Output وبعدين ما يدري وش يصير في الProcess هذا اول فرق بينه وبين بين الI2B Comperator طيب وش ميزات الPositioner في عندي ميزات كثيرة رح نذكر 6 منها اه او شي انه بسبب اللهم اصلي على محمد بسبب الفيتشر هذه او Closed Loop Control للPositioner هو رح يعمل لي Minimizing the Impact اوكي رح يقلل او يحد من تأثير الفريكشن الاحتكاك وكذلك الهيسترس للValve للValve ستم اوكي لنفرض انه في الI2B Comperator اعطى signal 9B بحيث مثلا انه يكون فتحة الفلب 50% طيب التسعة بي الساي هذي في قوة ثانية ممكن يكون احتكاك استم لما يتحرك استم عندي في الControl فلب رح يكون في قوة احتكاك قوة الاحتكاك هذه بتحد من حركته فممكن بدل ما يفتح 50% يفتح 40% فقط الI2B ما رح يدري هو ما اعتقد انه معطيه 9B يعني هو فاتح 50% لكن فعليا هو 40% ففي حالة البوزيشنر لا البوزيشنر كل مرة رح يناظر وين فتحت الفلب وبيبدأ يعدل عليها فاذا هو عمل حد من تأثير الفريكشن في الControl فال الهيسترسيس بنمر عليها ونشوف وش يعني بال تبع الهيسترسيس النقطة الثانية لو لاحظتم في الI2B كومفيرتر الI2B كومفيرتر كان الاوتبوت تبع فقط 3-15 بيس وهذا الدارج لكن في البوزيشنر لا في البوزيشنر كل السورز يكون ممكن ان يكون اوتبوت يعني اذا كان اللي واصلها السبلاي اربع بار ممكن يعطيك ماكسمم اربع بار يعني مو محدود الى 3-15 بيس وهذا ينفعني في ايش ينفعني في الفلبز الكبيرة الفلبز الكبيرة في بعضها حركة يعني قوة الحركة عشان يتحرك الفلب يحتاج قوة اعلى وعشان يوصل الى النقطة الثانية مثلا من لازم تعطيه بروشر يمكن 40 بيس فال ايو بي كومبرتر ما ينفعني في الحالة هذه فاذا عطيتها 15 بيس وانت ما اعتقد انه 100% يمكن هو فات 10% لان الفلب كبير فيحتاج قوة اعلى وضغط اعلى في الحالة هذه البوزيشنر هو الحل الوحيد فالبوزيشنر is not limited to 3 to 15 بي ساي اوتبوت it works like an amplifier فهو يعمل amplification لل input signal فاذا كانت ال input signal جاية 9 بي ساي هو يعمل لها amplification يوصل الى 4 بار ما في مشكلة بس هم شي انه يحصل على الهدف اللي هو 9 بي ساي يعادل لها 50% فتحة control valve طيب هذه الميزة الثانية الميزة الثالثة انه control valve يستخدم اقدر استخدمها في double acting actuator ونحن نعرف double acting احتاج two signal واحدة جاية من فوق واحدة جاية من تحت فابدأ اوازنها وغير قيم two channels بحيث اني احصل على فتحة valve معينة وال double acting طبعا يستخدم اذا استغنينا عن spring return النقطة الرابعة اللي هي allow signal reversal فممكن ال possession يعملي كdirect acting او reverse acting وبناخذ عليها مثال وممكن يخدمني في عملية split range control split range control هذا يستخدم كcontrol strategy في كثير من البروسيس ولها ميزات كثيرة ويحصل لي من عملية stability للكنترول ويسرع منها فال controller هنا signal تبع ال controller رح تغير two control valves ما لحل الا اني استخدم positioner وكذلك allow to change the valve flow characteristics وهذه اللي بناخذها في نهاية المحاضرة طيب اول رح ناخذ كل ميزة على حيد الان اول ميزتين اللي احنا قلناها انه positioner is not limited to 3 to 15 بيساي بنشوفها الان بنقارنها مع ال I2B converter وكذلك minimize the impact of the friction and hysteresis خلينا نشوف مثال ال I2B اللي سبق شفنا لاحظ ال I2B عندي هنا ال output عندي 3 to 15 بيساي 3 to 15 بيساي يعني لاحظ لما يكون عندي signal هنا formally بما يعني 0% اللي نفترض ان ال 컨ترولر الان كان هذا fail close هنا عندي fail close ف 0% اللي هي formally ampere من control signal راح تمثلي 3 3 بيساي اذا اول احد عيوب ال I2B converter عندي انه عند 0% fail close معناها 0% لما تكون 0% معناها احتاج انا يكون 100% مقفل 100% close ولكن في الحقيقة انه اللي جايني 3 بيساي جايني جايني قيمة هي صحيح انه ما راح تفتح الفلب ولكن راح تعطيني شي يسمون minimal seating يعني الحد الادنى من 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 الاغلاق يعني فهذا ممكن انه يأثر لي في ال closing تبع الفلب يعني لما تجيين قوة اعلى من الفلو ممكن تفتح الفلب بشكل بسيط جدا وهذا يأثر لي في ال control اذا هذي احد عيوب ال 3-15 بسي رينج ك i2b كونفيرتر يعني لما اقض ال i2b كونفيرتر مباشرة ووصل على الاكتشويتر تبع ال control فلب اذا هذه واحدة الثانية الثانية انه زي ما قلنا ال i2b open loop فهو لما مثلا اعطيه 50% 12 ملي امبير يعني احتاج الفلب مفتوح 50% فهو راح يعطيه لما اعطاه 9 بسي هو اعطاه 9 بسي assuming انه خلاص بيفتح 50% لكن فيه بعض القوة معاكسة لل control يعني حركة استم فيه احتكاك قوة احتكاك فممكن ما يفتح 50% يمكن يوصل 40% وخلاص يقفل لما فيه قوة معاكسة فوصلت الى ال 40% ال i2b ما يدري ال i2b معطيه عن اللي اعتقد ال controller هذه ثانية الثالثة الثالثة هي ال effect تبع ال hysteresis عشان نشرح ال hysteresis بشكل اوضاء ال hysteresis عندي انه اختلاف القيمة اختلاف قيمة ال output لما تكون ال signal صاعدة ولما تكون ال signal هابطة نازلة طيب خلنا اخذ مثال عليها يعني مثلا كان عندي 3 b كنت انا عند قيمة 3 3 psi هنا لنفترض 3 psi هذه قيمة عفوا المفروض انه 3 psi على x access حط لنفترض انه هذه هي 3 psi عند 3 psi كانت فتحة الفالب خلنا نقول نقتنع مقتنعين انها 0% الآن جاتني signal جاتني signal قالت يا الفالب بغاك تفتح 50% 50% وش تعني تعني انه مثلا نقول 9 psi 50% يعادلها 9 psi خلنا نحط هنا 9 psi فقط sketch توضيحي طيب وإحنا صعدين كانت 3 ورحنا 9 يعني في صعود فوين راحت في صعود يعني معناها أناظر في هذا الكيرف هو فعليا فعليا المفروض يكون الكيرف بالطريقة هذه linear يكون بالطريقة هذه فما يهم أنا صاعد ولا نازل بيرجع نفس النقطة لكن عمليا الهستيرس مؤثرة فإيش راح يصير راح يصير أنه لما أعطي 9 psi وانا صاعد بيوصل هنا لنفترض أنه فتحة البلف صارت عندي مثلا خلنا نقول 55% لنفترض بعدين جاءتني signal 100% يعني مثلا 15 psi أوكي 15 psi وصلها مثلا نقول إلى 100% سكتش توضيح بعدين قالت ارجع مرة ثانية 9 psi المفروض وين يروح المفروض يرجع على نفس النقطة السابقة 9 psi لكن فعليا وين راح لما رجعت إلى 9 psi بما أن احنا في مرحلة هبوط الفالف وهو صاعد غير عنه وهو نازل راح يوصل هنا مثلا طبعا المستحيل أنها تكون بهذا الفرق لكن هذا يوضح لك مقدار أو تأثير الهيستيرس فوصل هنا عند 9 psi المفروض 50% أو 55% أعطاني مثلا 30% هنا فإذا الهيستيرس عندي مؤثرة بشكل كبير فتعطيني فرق في التأثير لما تكون السيغنال صاعدة أو هابطة إذا هذا تأثير كبير في الـ في البوزيشنر لا فهو يحاول يغطي أو يحد من هذه المشاكل الآن هذا شرحنا على خلينا نروح على البوزيشنر مثال البوزيشنر طيب هذا البوزيشنر عندي لاحظ عندي هنا Air Supply Air Supply مر على Regulator عادة البوزيشنر تأخذ أربع بار ما يعاد 60 psi لاحظ ما صار 20 psi لا البوزيشنر ياخد سبلاي أعلى ولاحظ الأوتبوت الأوتبوت ما عاد فيه 315 psi الآن It's not limited to 315 psi فهو راح يعطي من 0 يعني ما في أي هوى إلى أعلى قيمة لل سبلاي اللي واصل هذا بيأثر على كنترول لا ليش لأنه كل مرة راح يقيس وين مكان وين مكان البوزيشنر وبالتالي ياخذ الفيدباك هذه ويغير الأوتبوت تبعه إلى أن يصل إلى قيمة ال-Sit Point اللي وصلت من ال-Control من ال-Control Signal فايش راح يصير عندي هنا اللي راح يصير أنه مثلا وصلتني Signal هنا 12 ملي أمبير 12 ملي أمبير يعني معناها 50% فتحة فالب 50% فتحة فالب ما في قيمة معينة للبرش راح يعطيها أوتبوت لا ممكن يعطيه أربعة بار الآن فمثلا وصل أربعة بار الآن لما أعطاه أربعة بار بنته يتغير الفالب فرح تتغير هذه الفيدباك ARM راح يتغير مع تغير فتحة الفالب فكل مرة راح يقيس البوزيشنر يعني البوزيشنر عين هنا هي موصلة هذه مع البوزيشنر فالبوزيشنر يشوف كم قيمة فتحة الفالب حاليا مثلا شاف الفالب الحين وصل إلى خلينا نقول أربعين في المية بدأ يقل البوزيشنر شوي يعني راح يعطي مثلا توبار فوصل إلى ستين خمس وخمس في المية الآن قل البوزيشنر خلا صفر لما صار صفر الآن بدأ يقفل البوزيشنر من جديد وصل إلى ثمانية وربعين في المية أعطاه بوزيشنر ويثبت الهوى أو ضغط الهوى اللي معطيه للفالب عند الخمس في المية وخلص يبدأ ثابت الهوى كل تغير من يبدأ هو يغير ويأخذ الفيد باك كل مرة إذن هذه أحد فوائد لإستخدام البوزيشنر طيب الهستيريس لاحظ الهستيريس الفرق بين الهستيريس تبع وال وال طبعا هذي سكتشات أنا رسمها بس كذا سكتش توبيحي يبين لك الفرق بين التأثير الهستيريس في الهي وكذلك البوزيشنر طبعا ما في أي جهاز عمليا يقدر يلغي تأثير الهستيريس ولكن تقليل أو هو الحل الأفضل طيب هذي ميستين إذن أول ميستين عرفنا إنه ولاحظنا أن الأوتبوت هو وكذلك ليش الفريكشن الآن ما عاد لها أي تأثير لأنه في عندي فيدباك وميجرمنت لل ستم أو الفارب وزيشن كل مرة فصار الفريكشن فورس الآن ما عاد لها أي أي تأثير هي موجودة ولكن تأثيرها أصبح غير غير موجود طيب الخطوة الثالثة أو الميزة الثالثة اللي هي تكام والدبل أكتنج واضح وبسيط لكم لما يكون عندي هنا بيستن والبيستن هذي ما أستخدم فيها سبرينك فبالتالي لازم يكون عندي تو تشينال فرح أعطي هوا من هنا وهوا من هنا بحيث أني أوازن فتحة الفولب عند قيمة معينة من اللي ينفعني في هذا الموضوع اللي هو البوزيشن فلما تجيني هنا 12 ميلي أمبير رح يعطي أوتبوت من هنا وآتبوت من هنا بحيث أني يخلي فتحة الفولب 50% إذن هذه ميزة ثالثة للبوزيشن الـ I2B ما ينفعني هنا I2B يعطيني single output الميزة الرابعة في اللي هو allow signal reversal allow signal reversal طيب وش أعني allow signal reversal خلينا ناخذ مثال على هذا لنفترض أنه الأكتنج تبع لنفترض أنه أعطى formally أمبير formally أمبير حسب الـ للكنترولر أوكي الكنترولر فاهم أنه إذا أعطيت formally أمبير الفولب بيكون fully open يعني 100% open أوكي طيب هذه فكرة الكنترولر كنترولر assume أن for control signal و formally أمبير يعني 0% closing يعني 100% opening أوكي طيب هذه متى أحصل عليها ما رح أحصل عليها إلا إذا كان عندي الفولب air to close لازم يكون عندي الفولب air to close يعني لما يكون ما في أي هوا ما في أي signal يكون fully open fail open يعني تمام طيب الآن هذا بما يخص ال assumption تبع الكنترولر طيب في حالة أنه ما عندي control valve يعني الكنترول valve اللي عندي كان air to open طيب لما يكون air to open هذا يعني أنه إيش أنه fail close وهذا يعني أنه عند 0% controller أو control signal رح يعطيني 0% opening ولكن نحن قلنا للصم من الأساس تبع الكنترولر أنه لما أعطيه 0% هو أزيوم أنه أنا أبغى فتحة الفلب 100% فهو هذا اللي فاهم الكنترولر الكنترولر فاهم أنه لما أعطيه 0% معناها الفلب فاتح 100% لكن فعليا للحين لما كان عندي الفلب fail close air to open لما يعطيه 0% معناها الفلب مقف 100% طيب والحل هلأ أروح أغير الكنترول فلب كامل لا هذي مشكلة مصيبة وهذا بيأثر عليه cost عالي طيب الحل الحل البوزيشنر نفسه في خاصية أنه يعكس أو يعمل لي ريفيرس للأكتنج تبع تبع الكنترول فإيش رح يصير رح يصير هنا لاحظوا هنا لما استخدمنا ريفيرس أكتنج بوزيشنر أوكي والفالب عندي Air to Close يعني فيه الأوبن لاحظ 4 ملي أمبير رح أعطى الكنترول سيجنر وصلت للبوزيشنر 4 ملي أمبير يعني 0% الكنترول الوشي بي يبغى عند 4 ملي أمبير مثلا مثلا أنه يكون 100% أوبن يعني 0% Close أوكي لكن فعليا هنا لما يكون 0% يعني 4 ملي أمبير إذا فهمها البوزيشنر 4 ملي أمبير يعني 0 يعني ما فيه أي هوا فمعناها رح يكون 100% open عفوا Air to Close هنا خطأ 100% Close أوكي نشوف يب طيب الآن في الحالة هذه في الحالة هذه لما يكون 4 ملي أمبير 0% أوكي 0% هذه إذا وصلت الكنترول فالب هذا 0% رح يكون في الحالة هذه مثلا إذا كان Air Air to Air to Open أوكي فبيكون عندي 100% Close أو إذا كان Air to Close بيكون 100% Open طيب الحل إني أعكس الـ Reversal هذه باستخدام البوزيشنر البوزيشنر عندي عندي مثلا 20 ملي أمبير اللي هي تعادلي 100% فرح يعطي أقل قيمة برشر يعني هو عمل Revers للأكتنج تبع الكنترولر يعني فكرة الكنترولر اللي رح غيرها الكنترول فالب رح الموزيشنر غيرها مرة ثانية عشان تعادل فكرة الكنترولر ويكون الكنترول عندي سليم 100% طيب طبعا في هذه الحالة بهذه الخاصية البسيطة جدا هي بس أزرار ضغطها بسمارت بوزيشنر ويغير لك الاكتنج مباشرة هنا استغنيت عن قضية انك تغير الكنترول فالب بكبرى فبدل ما يتغير من Air to Close إلى Air إلى Air to Open يعني انت الان وفرت خسائر كثيرة من خلال هذه من خلال هذه الخاصية طيب هذا ما يخص It allows the signal reversal الخاصية اللي بعدها اللي هو Split Range Control في بعض الأحيان في Split Range Control the controller signal يرسل signal واحدة ويوزعها بين two control verbs أوكي يعني السيغنال هذه applies on two control verbs طيب كيف تطبق على two control verbs عن طريق split range فإذا كان عندي range من 24 هنا range تطبع control signal من 4 إلى 20 ميلي أمبير رح يعمل لها Split جزء بيكون من 4 إلى 12 بيروح إلى control valve معين وجزء الثاني بيكمل من 12 إلى 20 بيروح إلى control valve الثاني فلذلك ال4 ال12 هذه تمثل 0 إلى 100 بالمية للك control valve الأول و12 إلى 20 بتمثل 0 إلى 100 لل valve الثاني فمثلا خلينا نقول هذا air to open وهذا air to close وهذا كان range تبع من 12 إلى 20 ميلي أمبير يعني ما يتغير من 12 إلى 20 وهذا range تبع من 4 إلى 12 ميلي أمبير لنفرض أن signal في الأساس air to close يعني معناها هو fail open وهذا air to open معناها fail close يعني حالتها الطبيعية close وحالتها الطبيعية open هذا طيب لما تكون signal عندي 4 ميلي أمبير لاحظ 4 ميلي أمبير معناها هذا close وهذا open ما في أي تغير طيب لما توصل 12 ميلي أمبير يعني 50% control signal هذا أصبح 100% open وهذا لسه ما تغير هذا لسه ما تغير open لازال open ليه لأن 12 ميلي أمبير هي 0 تبعة لازال 0% ما في أي signal واصلة لل control valve الثاني الآن بعد 12 يعني beyond 12 هذا ما رح يتغير خلاص وصل إلى المكسيم تبعا فبيبدأ التغير على control valve الثاني فمثلا وصل إلى 16 ميلي أمبير هذا رح تكون فتحت 50% وصل إلى 20 ميلي أمبير رح يكون 100% مقفل يعني air to close بيكون 100% close فهذا معنا split range control طبعا وين تستخدم split range control تستخدم يعني لها لها تطبيقات عدة وأتوقع في industrial control رح تاخدون بعض أمثل على تطبيقاتها وشرحناها لكم في الكلاس بعد تطبيقات split range control طيب خلصنا الآن ميزات البوزيشنر إذا قلنا البوزيشنر أنه أول شي يعني يعني ممكن يعطيني source كامل الشي الثاني وبما أن فيه feedback فهو ما يهم الout تبع لأنه فيه feedback كل مرة فيعمل control النقطة الثانية هو minimize impact تبع friction وال hysteresis النقطة الثالثة أنه يستخدم في double acting actuators النقطة الرابعة يستخدم في ال acting reversal يغير الى reverse acting والعكس صحيح والنقطة الخامسة يستخدم في split range control و قلنا السادسة أنه يغير لي بعض اللي بنمر عليها في باقي المحاضرة طيب الآن السلونويد valve هو عبارة عن valve و يسمون electro mechanical valve لذلك يستقبل electric signal ويعطيني تغير في mechanical يعطيني تغير في الحركة يقفل ويفتح وبالتالي هو on off valve ما هو control فلما يكون في عندي electric signal راح يكون يتغير تغير كامل يعني يقفل يفتح الفلف كامل ولما تروح electrical signal تنعكس حالته 100% ف يعتبر on off valve طيب وبما أن ذكرنا electric signal وحركة إذن لابد يكون في عندي magnetic field فلما يمر تيار كهربائي في كويل أوكي في ملف الملف هذا بيولد مجال مغناطيسي المجال المغناطيسي هذا راح يعمل تأثير على بعض magnetic devices أو magnetic armature يعني لما يكون عندي عامود ممغنط فبالتالي يتأثر بالمغناطيس ويتغير حالته فهذا هذا هو مربوط في plug ويفتح ويقفل ويفتح ويقفل فمثلا لما في عندي كويل هنا داخل الكويل هذا لو وصلت عليه DC supply فيمر في تيار لما مر في تيار ولد مجال مغناطيسي هذا هو العمود العمود هذا مربوط ب plug أوكي فإذا تأثر في مر مجال مغناطيسي في الكويل رح يسحب البلانجر مثلا فوق لما طلع البلانجر فوق طلعت البلانجر فتح الفلو ومر الفلو عندي راح المجال المغناطيسي أو راح تأثير الكهرباء راح يروح المغناطيس وبيرجع بتأثير spring البلانجر وبيقفل وبيقفل البالب مرة ثانية إذن هذه فكرة بسيطة لعمل السلونويد طيب وش أنواع السلونويد فلو بناخد بعض الأمثلة عليها في عندنا أنواع كثيرة من السلونويد فلو طبعا تختلف باختلاف number of ports أو ways لل فكم مدخل وكم مخرج من خلال يسمى سلونويد فأول نوع اللي هو two way سلونويد فلو two way معناها عنده مدخلين أو مدخل ومخرج طيب بالتالي two ports يعني منفذين الآن كيف نعرف يعني الفرق من خلال رسمة السلونويد فلو في بعض الأحيان أنا أحتاج أنه أبغى normally close وزي ما قلنا لكم في الكلاس انتبهوا ضيعون بين الفلو وبين السويتش في السويتش لما أقول normally close معناها يسمح بمرور التيار في الفالف السلونويد فالف لما أقول normally close يعني يمنع مرور الفلو يمنع مرور المادة لاحظوا الفرق في السويتش normally close يعني مقفل السويتش يعني التيار بمر في الفالف لما أقول normally close يعني الفالف مقفل يعني ما في flow أوكي طيب هذا يركزوا فيها طيب الآن شلون أعرف أن هذا طبعا فيه application نحتاج فيها يكون normally close وفيه application نحتاج أنه يكون normally open طيب كيف أعرف من الرسمة أن هذا normally open أو normally close خذ نحتاج 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 المن هذا الآن اللي داخل هذه طبعا نقول هنا in let هذا in وهذا out وهذا in وهذا out آخر فهو مثلا على اليمين هذه تمثلي حالتها لما يكون d energized أول ما يصير Energize ينتقل للغرفة الثانية هذا لما يكون Energize طيب دعني أمسح هذه عشان توضح المسألة لما أقول Normally معناها حالة لما يكون Energize هذا منطقي فهو Normally يعني حالة الطبيعية حالة الطبيعية يعني ما في كهرب يعني ما في ما في مغنطة ما في مغنطيس لاحظوا هذه السلكين تبثلي حالة الطبيعية ولاحظوا هذا السهم هذا السهم معناها Flow مسموح له بالمرور وتذكروا في الفلف متى يكون الفلف متى يكون التيار المادة مسموح بالمرور في الفلف لما يكون الفلف Open فبما أن هذه لما يكون De-energize مسموح للFlow بالمرور فصار Normally Normally Open أول ما يصير Energize رح أمسح هذه أول ما يصير Energize رح تنتقل هذه خلاص ما عد لها يكون لها وجود بتنتقل إلى الجهة الثانية هذا حالة لما يكون Energize لاحظ لما أول ما عطيتها Energize صار بدل Normal Open صار Close يعني قفل الفلف لما قفل الفلف خلاص ما عد صار فيه Flow هنا فبعناها الفلف مقفل هذه في حالة Energize فمجرد ما تشوف هذه مجرد ما تشوف في الرسمة طبعا الرسمة هي رسمة واحدة مجرد ما تشوف هذه فهو هذا الجزء هو يمثل لما يكون De-Energize تشوف حالة لما يكون De-Energize وهو له حالتين يا أما De-Energize يا أما Energize فدائما تشوف مربعين جنبها طيب خلنا نشوف لما يكون Normally Close لاحظ هذه معناها حالة لما يكون De-Energize وشوف لما يكون De-Energize ما في أي Flow فمعناها صار مقفل الفلف فهو يعتبر Normally Close أول ما يصير Energize بتنتقل هذه إلى هنا فبتشوف أنه سمح بالFlow فصار حالة الآن Open يعني الفلف Open فسمح فسمح بالFlow طيب هذا نوع من أنواع من أنواع السلونويد يسمى Two-Way سلونويد النوع الثاني اللي هو Three-Way Three-Way معناها له ثلاث مداخل ومخارج مجموعة طيب الثري-Way هذه لاحظ هنا واحد وهنا اثنين وهنا ثلاثة طيب وين المدخل وين المخرج خلينا نشوف عادة الثري-Way يسمونه بطريقة هذه فيكون عندي النقطة الأولى هو C C اللي هو سيلندر إذا استخدبناه في الغازز يعني أوكي في الهواء فيكون عندي سيلندر ال-B اللي هو مصدر الهواء مصدر الضغط وال-E اللي هو الاكزوست أو بعض رحيان يسمونه Vint طيب وش رح يصير ركز معي لما يكون Normally Close طبعا في الثري-Way لازم يكون واحد منها Vint لازم يكون واحد منها Vint طيب لما يكون Normally Close Normally Close معناها الفالفو مقفل يعني السيلندر ما تستقبل أي هوا طيب وين بيروح الهوا اللي في السيلندر بيطلع لي على الفنت فالفالفو مقفل شلون عرفت أن الفالفو مقفل لأنه ما في أي برشر رايح للسيلندر أوكي هذا مقفل أتمنى تكون واضحة طيب وش صار صار اللي في السيلندر طالع على الفنت طالع على الفنت إذن في الحالة هذه رح أقول أنه Normally Normally Close أول ما يصير Normally معناها De-Energize أول ما يصير Energize هذه رح تنتقل هنا ونفس المسميات أوكي طيب فبيكون هنا عندي السيلندر بيكون هنا عندي مصدر الهواء وبيكون عندي هنا ال-Exhaust أو الفنت فإيش رح يصير أول ما عملت له Energize صار الهواء الآن يوصل للسيلندر ومسار السيلندر إلى ال-Exhaust تقفل فما عد صار فيه Vinting من من السيلندر فمعناها في الحالة هذه إذا أخدت اشتريت السيلونويد والف هذا اللي هو Normally Close عشان أعبي هوا للسيلندر أو التانك لازم أعطيه كهرب يصير Energize عشان ينتقل إلى الغرفة هذه شلت الكهربة كل اللي في السيلندر رح يفنت إلى إلى الأتموسفير هذا في ثري وي سيلونويد سيلونويد ونشوف وين يستخدم هذا النوع الرابع أكيد أنه بيكون فور وي فور وي سيلونويد طيب خلينا نشوف فور وي في الفور وي سيلونويد فالف مثلاً لو يكون عندي غرفتين مثلاً لاحظ تفصيلهم أول شيء لاحظ هنا برشر مصدر الهواء وهذا هذا هو المتشابه بينه وبين الثوية عفواً بينه وبين الثري وي إذن البرشر والإكزوست نفسها ما تغيرت اللي تغير أنه كان عندي سيلندر وحدة يعني غرفة وحدة بس تانك واحد الآن لا صار عندي قناتين جهتين A و B طيب على أي أساس أنا أروح أعبي A أو B على حسب حالة على حسب حالة الفولف والكنيكشن تبعي فإذا أنا أبغى مثلاً أبغى لما يكون السيلونويد دي اي نرجايز أبغى الهواء يروح ال A واللي في ال B يقفل أو يفنت عفواً أبختار هذا أبختار هذه الحالة أوكي طيب في حالة صار اي نرجايز إيش رح يصير معناها بينتقل للغرفة هذه لما انتقل للغرفة هذه لاحظ هذا هذا تبع A وهذا تبع B وهنا B بي عفواً وهذه الفنت فإيش رح يصير صار الآن البرشن رايح الغرفة B هنا كان رايح ال A الآن في الحالة هذه لما صار الانرجايز رايح ال B طيب وش صار اللي في ال A اللي في ال A في النت في الحالة الأولى رح تشلت الكهرب رجع للغرفة هذه لما شلت الكهرب وش صار صار البرشن يروح ال A الحين واللي في B وين يروح اللي في B كل اللي في النت إذن هذي فكرة عمل فكرة عمل السلونويد فلب وخلينا شوفها في في أمثلة في الفلب كونفوكريشن طيب الفلب كونفوكريشن زي ما شرحنا في البداية أنه ممكن استخدم الفلب كثروتلينج ثروتلينج يعني من صفر إلى مية أو اون أوف كنترول يعني يا صفر يا مية طبعا عشان استخدم الكنترول فلب كون أوف لازم يكون عندي السلونويد فلب موجود في في البروسس طيب كيف الأمثلة تبع السلونويد فلب خلينا نشوفها هنا طيب الآن في الحالة هذه لما يكون عندي سينجل آكتنج أكتويتر يعني يكون فيه سبرينج فبالتالي فيه مصدر واحد للهوى إيش رح يصير الآن أنا أبغى هذا الفلب طبعا هو كنترول يعني أقدر أعطيه من صفر إلى مية أقدر أخليه 20 30 40 لكن في الحالة هذه أنا أبغى يا صفر يا مية ما أبغى بينهم فإيش الحل الحل اللي رح أستخدم سلونويد فلب فأنا رح أعطي كهرب لما يوصي أبغى يوصل مية مثلا وأشيل الكهرب رح يرجع صفر السورس هذا إيش بيكون بيكون أقصى سورس رح يفتح لي الفلب أعلى سورس رح يفتح لي الفلب طيب إيش رح يصير لنفترض لنفترض إنه لاحظ رسمة الفلب يعني ترى ممكن إنه تسأل إنه يعطيك هذه رسمة الفلب أوكي وقل لك ارسم لي انتين بزوب سكماتيك دايقرام يعني بالطريقة هذه الغرف اللي سويناها مثلا خلينا نحاول نرسمها الآن ثري وي ثري وي معناها براشر و سلندر و إكزوست فبيكون عندي بالطريقة هذه الآن هذا لما يكون اللي يعلمين وهذا لما يكون طيب عندي قلنا إنه في وحدة ب وفي وحدة ا وفي وحدة س سلندر فهذا البي اللي هو ال air source وهذا البي اللي هو ال exhaust وهذا الس اللي هو السلندر طيب إش رح يصير الآن في الحالة هذه لاحظ لما يكون دي يعني اللي هو الحالة اللي على المين هذه وش صار صار اللي في السلندر فنت راح على الفنت فمعناها اللي في السلندر مفتوح مع الفنت يعني الفالب مفتوح في الجهة هذه طيب الجهة هذه الجهة هذه مكفر نفس اللي رسمناه قبل شوي وين راح ال three way هذا هو هذا هو بالضبط اللي استخدمناه في في الرسمة مع single acting actuator فتلاحظ انه هذا مقفل ما في اي مصدر رايح للسلندر هذا في حالة انه دي انرجايز وواصل الى الى الفنت طيب لاحظ اول ما صار انرجايز اول ما صار انرجايز معناه رحنا للجهة الثانية ونكرر الرموز P E وC الان ويش صار لاحظ انرجايز معناه البرشور مر على رايح للسلندر وقفل مسار الفنت مع السلندر فايش صار صار هذا واصل ال P واصل ال C مباشرة وهذا صار مقفل اذا هذه الرسمة اللي موجودة عندي لو عكسنا لو خليت لما يكون دي انرجايز يمر الهوى لو خليت هذه دي انرجايز وهذه انرجايز بتنعكس الرسمة هذه هذا بيكون هنا وهذا بيكون وهذا بيكون هنا طبعا على حسب استخدامي ولكن عادة عادة تستخدم هذه الطريقة يعني في ال 컨ترول بالم يعني اذا ابغى اعطي هوى لازم اعطي electric signal ولكن اذا راحت electric signal صار عندي فنتينك يعني على حسب application هذا ما يخص single acting actuator استخدم فيه three way طيب في حالة double acting actuator هنا معناها احتاج واحد جاي من فوق واحد جاي من تحت معناها لازم يكون عندي four way solenoid valve وهذا مثاله اذا لاحظ هنا لنفترض انه هذه A ولنفترض انه هذه B اوكي طيب لاحظ هذه يقول لك في حالة انه كان d energize صار ايش صار الهوى جاي هنا الان في d energize لما كان d energize وين بيروح بيروح لتحت فمعناها رح يوصل الى b البرشن رح يمر على b طيب وبعدين وين بيروح اللي في A اللي في A رح يكمل هنا لاحظ لازلنا في مرحلة d energize يعني لما يكون d energize وبيطلع فنت طيب وش بيصير لما لما اعطيه signal كهرباء لما يصير ال energize لاحظ الهوى وين بيروح عيننا على ال energize الحين بيروح الى A فبيروح يعبي الهوى على A وبيضغط هنا وين بيروح الهوى اللي في B الهوى اللي في B وين بيروح نشوف ال energize energize معناها بيروح هنا معناها بيروح على vent طيب كيف رسمتها رسمتها نرسمها مرة ثانية ما في اي مشكلة احنا قلنا طبعا هذه ال two sides هذه جهة ال energize اليمين وهذه جهة ال energize طبعا قلنا ال B وال E موجودة كل مرة اللي هي vent وال pressure وهنا صار عندي بدر cylinder صار عندي channel A و B أو chamber A و B طيب في حالة المثال اللي رسمناه قلنا لما يكون d energize بيروح مص ال pressure على B مص ال pressure على B فصار الطريقة هذه ما عليش سري طيب و A A موصل على الاكزوست طيب في حالة ال energize نرسمه بطريقة هذه نكرر نفس الرموز ب و E وهنا A وهنا B ف في حالة ال energize ال energize ال pressure رايح ال A فجاي بالطريقة هذه وال B رايح مع ال vent أو الاكزوست إذن هذه الرسمة المناسبة لل solenoid لل solenoid ف فأنت لابد أنك تعرف كل هذه الأشياء يعني لابد أنك تفهمها أنك تعرف طريقة الرسمة جدا سهلة أنت لاحظها سهلة جدا أنك تعرف وين موصل هذا يعني ال pressure وين رايح هل رايح على A ولا B طيب لما يكون energize معناها بتغير فتحة الفلب فتغير الbehavior تبع solenoid فأنت عليك تفهمها ومتى أستخدمها وكيف أستخدمها وبتكون بإذن الله بسيطة بسيطة عليك طيب هذا بما يخص لل four-way solenoid طبعا ليش استخدم four-way لأنه عندي double acting actuary طيب ال flow characteristics وصلنا الآن ساعة الفلو characteristics هي عبارة عن عبارة عن شكل أو تغير الفلو مع تغير فتحة الفالف ففي بعض الأحيان لما يكون فتحة الفالف 50% يكون الفلو عالي جدا وبعدين يبدأ يقل مع كل فتحة للفالف وبعض الأحيان يكون العكس فهذه يسمونها خصائص الفلو أوكي ففي نوعين عندي نوع الانهيرنت flow characteristics وعندي نوع installed flow characteristics طيب الانهيرنت وش تعني الانهيرنت هي relationship between the flow rate هنا أتكلم عن flow characteristics هي the relationship علاقة بين flow rate through a valve and the travel of the closer member يعني travel تبع ال valve مت as the closer member is moved from the closed position to rate trouble with a constant pressure drop إذن هذه فكرة الانهيرنت flow characteristics هو يقارلك بين flow rate وبين فتحة valve طيب الآن installed تعني في البداية كتعريف نفسها خلنا نشوف الفرق بين الانهيرنت و الانهيرنت الانهيرنت flow characteristics هي relationship between flow rate again through a valve and the trouble of the closer member إذن الفرق أنه في الانهيرنت كان constant pressure drop يعني جبت في اللاب وعند constant pressure drop وعملت عليه flow characteristics وحصلت على الانهيرنت في الانهيرنت لا البروشر drop عندي varying طيب اللي بنركز عليه أنواع الflow characteristics ما رح ندخل في deep للflow characteristics طيب عندي ثلاث أنواع عليك أنك تعرف ها وتعرف كيف الbehavior تبعها من خلال هذا الشارت فعندي linear flow characteristics عندي equal percentage وعندي quick opening طبعا الأولى الانهير واضحة جدا لاحظ الشارت هنا الشارت عندك travel تبع الفالف وعندك هنا flow rate فإيش بيصير في الlinear يقول إذا فتح 20% الفالف فبيعطيني 20% flow فتح 50% الفالف بيعطيني 50% flow وعليها قس linear الـ quick opening وش يعني لاحظ هذا الكيرف تبع تبع linear أو line تبع linear straight line لاحظ الكيرف تبع quick opening هذا في quick opening لاحظ لما يكون مثلا 30% فتح الفالف شوف كم يعطيني flow يعطيني flow تقريبا ما يقارب 60% يعني تقريبا 55% طيب فتحت 60% أعطاني تقريبا حوالي 90% بعد 60% إلى 100% لاحظ التغير بسيط جدا فهو يسمون quick opening يعني انت فتح بسيطة للفالف في هذا الجزء كل ما فتحت فتح بسيطة للفالف أعطاني flow عالي جدا هذا الجزء كامل فسموه quick quick opening النوع الثالث اللي هو equal percentage الفرق بينهم أنه تقريبا عكس حيث بات سهلة ولكن ما رح اتطرق لها equal percentage هو عند فتحة 20% يعطيني flow بسيط جدا 60% لاحظ كم يعطيني تقريبا أقل من 30% بعدين يعطيني تغير كبير فهو مقدار التغير بنسبة ثابتة مقدار التغير يكون بنفس النسبة هنا بنفس المقدار في الينير بنفس المقدار وهنا بنفس تغير النسبة فما رح ندقيق فيها بشكل كبير اللي عليكم انكم تعرفون الانواع الانهيل اللي هي linear quick opening و equal percentage وتعرف اي شارت يمثل اي نوع من ال characteristics يعني ممكن انه يجي كالشارت هذا ويقول لك هذا الكير تبع من طيب طبعا هذه انواع الكيجز اكيد مر عليكم الكيج هذا اللي يركب فيه البلغ البلغ تكون داخل هنا طبعا متى استخدم الكيج الكيج عشان احدد اللي ناسب فمثلا اذا ابغاء quick opening وكان الديزاين للبلغ نفسها تعطيني linear ممكن اركبها داخل الكيج هذا بحيث انها يعطيني quick opening وعليها قص وعليها قص طيب الموضوع قبل الاخير اللي هو valve cv calculation طبعا عشان احسب عشان اختار المناسب لأحد العناصر او الاعتبارات اللي لازم احسبها اللي هو cv valve cv طيب وش يعني بالcv cv هو عبارة عن numerical value هو عبارة عن قيمة رقم وش يمثلي يمثلي number of gallons per minute اللي هو flow rate هذا يمثلي flow rate of water طبعا هذا يمثل one cv لما اقول one cv اوكي فهو عبارة عن number of gallons per minute يعني معناها one gallon per minute of water that the valve will pass يعني رح يمر عندي flow بمقدار معين من الماء لما يكون الفال fully open with a constant pressure drop of one psi from outlet to outlet فايش يعني مثلا كان عندي هنا control valve وعندي هنا flow وكان water وكان delta بي هنا عندي بين outlet وال outlet one psi يعني مثلا هذا كان مثلا 11 هذا كان 10 هذا كان واحد هذا كان صفر فالفرق بينهم one psi وكان water لو كان cv هذا عبارة عن 20 فالflow رح يكون لما يكون هذا fully open رح يكون 20 gallons per minute لما يكون cv تبع valve 30 بيكون هذا 30 gallons per minute هذا هو تعريف cv فعلى حسب الابلكيشن تبعك إذا أنت تحتاج أنه لما يكون الvalve عندك مفتوح كامل والbrusher drop عندك 1 psi تحتاج الفلو يكون مثلا 50 gallons per minute لازم يكون الvalve اللي رح تشتري يكون cv تبع 50 فهو مؤثر جدا عند اختيارك عند اختيارك للcontrol valves طيب وش القانون أو خلنا أخذ مثال زي ما أخذنا مثال هذا يقول لك control valve with a cv rating of 45 اشي يعني 45 معناها أنه رح يمرر 45 جالون من الماء لما يكون مفتوح fully open ومفتوح 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 الانلت والاوتلت طيب وش القانون القانون هذا عليك أنك تحفظ ومفتوح جدا بسيط ولكن ركز على اليونت ركز على اليونت الـ cv يشترط يشترط أنه الفلو يكون جالونز بير منت والبراشرز تكون الدلتا بي يكون بالبي ساي يعني الدلتا بي يكون بي ساي أو البي وان والبي تكون بي ساي وتطرح منبع وطبعا هذي هي سبسف غرفتي سبسف غرفتي ما لها يونت وهي عبارة عن الرو تبع الماتيريال على الرو تبع الواتر طيب خلنا أخذ مثال عليها ونشوف يعني فعليا كيف تأثير تأثير الـ cv هنا يقول لك calculate the cv rating required يعني يقول لك أنا بروح أشتري فلو الحين كم for the control valve to maintain a constant water level 7.5 meter higher than the valve level يعني هنا control valve يقول لك أنا أبغى ارتفاع الماء يكون 7.5 meter فوق مستوى ال valve إلى الآن ناقص سؤال يقول لك when the control valve is fully open at a flow rate of 470 per minute يعني يقول لك لما يكون control valve fully open أبغى ال flow يكون 470 جالون per minute أوكي والlevel يبقى 7.5 ما ينزل يعني ما يعني ياخذ أو يكون الضغط فرق الضغط عبارة عن 7.5 متر من الماء طيب كيف نحسب ها لحين نشوف القانون ونطبقه دائما نكتب القانون ونسجل القانون بعدين نبدأ نحلل المسألة أول شيء القانون يقول Q يساوي CV multiply square root of pressure drop أو difference in pressure على specific gravity طبعا هنا قال water level يعني water فالspecific gravity هي عبارة عن 1 طيب الق الق معطى قال 470 per minute إذن نفس الوحدة ما نغيرها هذا شرط في القانون تبع CV الاشتقاق القانون الدلتا بي لازم يكون بي ساي لكن هل هو معلوم لا الدلتا بي ما هو معلوم طيب CV هو السؤال إذن عندي مجهولين الآن لابد يكون مجهول واحد عشان أحصن على CV إذن أول شيء لازم أعرف الدلتا بي كم قيمته طيب الدلتا بي خلنا نشوف الدلتا بي وش يعني الدلتا بي في حساب CV الدلتا بي هو عبارة عن الفرق بين الضغط عند النقطة هذه والنقطة هذه فهذه هي بي ون وهذه هي بي بي تو الفرق بين بي ون وبي تو هو الدلتا بي هو البراشر دروب طيب البي تو وش تساوي اللي هي أسهل البي تو قالك واتموسفيرك صح فهو عبارة عن اتموسفيرك براشر طيب البي ون هي عبارة عن ايش البي ون هي عبارة عن الاتموسفيرك براشر هذا فقط لا زائد ارتفاع الماء اللي موجود ليه لانه برنولي وش يقولك برنولي يقولك بي ون زائد هاف رو في ون زائد رو جي اتش يساوي بي زائد هاف رو في زائد رو جي اتش تو فاذا خذنا هذا الريفرنس اتش ون هو نفس اتش تو ف نفس الارية اذا نفس البي تو البراشر البراشر بي اتموسفيرك والبي اللي عند ون اتموسفيرك زائد الرو جي اتش اذا الاتموسفيرك راح مع الاتموسفيرك باقي عندي ايش باقي عندي الدلتا بي هو عبارة عن رو جي اتش طيب صار عندي الدلتا بي اللي هو عبارة عن بي ون ماينس بي تو اللي هو عبارة عن رو في جي في اتش طيب كم الرو في جي في اتش رو معناها الف الف كيلو جرام اللي نسجلها بلون ثاني بير كيبك ميتر ضرب 9.8 ميتر بير سكوير سكند ضرب الاتش اللي هو عندي 7.5 ميتر فصار عندي حسابها 9.8 في 7.5 اللي هو عبارة عن 7.3 500 باسكال باسكال اللي هو عبارة عن 73.5 كيلو باسكال فاحتاجها بالبي ساي عشان اطبقها في القانون فعشان نحولها لازم اضربها في الكون بين البي ساي والكيلو باسكال الكيلو باسكال في المقام البي الساي في البسط اجيب علاقة بينهم اعرف ان كل 14.5 تأطيني 100 كيلو باسكال راح الكيلو باسكال مع الكيلو باسكال فلما اضرب راح يطرع لي تقريبا 10.65 باسكال اروح اعوضها في القانون وراح يطرع لي الجواب في الاخير cv equal 140 144 طيب المسائل الثانية حاول تحلونها ولازم تحصلون نفس الجواب الموجود طيب selection parameters لأي اساس يتم اختياري او وش الاعتبارات اللي لازم اعرفها عند اختياري لأي control valve طبعا واحد منها اللي قبل شوي اللي قبل شوي حسبنا اللي هو cv flow rate capacity او valve cv فال valve sizing هو مهم جدا اني اعرفها او اعتبرها عند اختياري للمشاه هذا اول واحد الثاني الميكانزم تبع الموغمينت هل احتاجها rotary او linear movement الثالث body material انواع trim components المتيري اللي تبعها الرابع pressure drop او differential pressure اللي احتاج في control valve الخامس نوع نوع تبع الفلويد عندي اللي هي تمر بال viscosity density تبعها وغيرها وكذلك system temperature مهم جدا ومؤثر وكذلك flow characteristics يعني هل احتاج ال control valve يعطيني quick opening awake well percent ou linear ou linear movement طبعا احنا قلنا انه الكيج الكيج قد يعطيني يعني ممكن اني استخدم الكيج ويساعدني في تغيير الفلو characteristics او كذلك positioner قلنا احد خصائصه او مميزات انه يعطيني it's allowed to change between the flow characteristics طيب الموضوع الاخير اللي هي بعض problems تبع control valve اللي تحصل عندي واشهرها اللي هي cavitation والflashing هي تحصل لما يكون عندي في control valve طبعا في عندي change of area على سبيل المثال عندي هنا control valve control valve opening closing تتغير تتغير بتغير الarea احنا احنا قلنا كل ما قلت الarea كل ما صغرت الarea الarea هنا في ال valve طبعا هنا هذا ال pipe وهذا ال orifice اللي هي الarea الصغيرة ال control valve قلنا كل ما قلت الarea زادت ال velocity لقيمة عالية زيادة ال velocity يقل لقيمة متدنية جدا تمام هذه المنطقة هذه المنطقة اللي فيها ال velocity توصل maximum والpressure يوصل minimum يعني عند اصغر area يسمونها vena contractor region في هذه المنطقة ال velocity اعلى شيء والpressure اقل شيء لأي مادة لأي مادة عند درجة حارة معينة اذا نزل الpressure عند قيمة معينة يسمونها ال vapor pressure على سبيل مثال عندي هنا الماء اوكي هنا عندي الماء مثال على الماء الماء عند 1 atmospheric درجة غليانة 100 درجة مئوية هذا يسمونها vapor pressure فلاحظ تحت لما يقل البر pressure مثلا درجة الحارة كانت درجة الحارة كانت 100 عند ون atmosphere الماء بدت تغلي طيب لنفرض انه كان عند 95 مثلا هنا 95 درجة مئوية هنا سائل liquid ولكن لازم انه يكون عند ون atmosphere طيب لو قللنا البر pressure الى قيمة معينة هنا وصل الى عند هذه القيمة مثلا 0.95 ولا whatever وين صارت لاحظ هنا نفس الشي عند 95 وصلنا الى عند النقطة هذه النقطة هذه صار الان liquid اللي كان هنا صار عندي هنا كل vapor او start boiling فبالتالي فبالتالي لما يمر عند الفينا contract region في الفالف احنا قلنا بتزيد الفلوس لقيمة عالية وبيقل البرشر بشكل كبير الى ان قد يقل عن قيمة ال vapor للمادة فبالتالي المادة بتبدأ start boiling يعني ممكن المادة درجة حارتها 20 او الماء درجة حارتها 20 ممكن يقل البرشر الى ان يصل انه يغلي الماء وهو 20 درجة يعني مثلا عند المنطقة هذه هنا 20 اوكي فعند الone atmospheric full liquid هذه منطقة liquid كلها water فلما يقل البرشر عند هذه القيمة تخيل البرشر وصل عند هذه القيمة اذا وصل البرشر عند هذه القيمة فالماء بتبدأ تغلي ودرجة حارتها 20 فممكن انها تحصل لان البرشر ينزل الى قيمة مدنية هذه لما start boiling ايش رح يصير رح يصير عندي bubbles اوكي فقاعات المنطقة هذه اللي ينزل عنها البرشر عن الفيبر برشر يسمونها flushing فالآن لما نروح على النقطة الثانية اللي نعرف فيها الفلاشنج الفلاشنج يقول occurs when the liquid pressure goes below its vapor برشر يعني بيبدأ start boiling يعني تبدأ البابلز تتكون في هذه الحالة liquid will start boiling and the bubbles start to flow ولاحظ هذا الشارت هنا بيوان البرشر عند نقطة واحد قبل ما يدخل على الفلف دخل على الفلف نزل عند منطقة الفينا contract region اللي فيها أقل قيمة للبرشر بعد ما طلع البرشر بيستعيد لأنه رجعت المساحة زي ما كانت ولكن البرشر نفس قيمته السابقة فيبقى عندي بروشر في حالة الفلاشينج يبقى البرشر تحت تحت قيمة الفيبر بروشر يعني لما يحاول يستعيد ال area البرشر ما يقدر يستعيد كامل قيمته فيبقى تحت قيمة الفيبر بروشر فهذه المشكلة تسمى تسمى فلاشينج أوكي تسمى فلاشينج طيب اش فرق الفلاشينج على الكافيتاشن فرق الفلاشينج على الكافيتاشن انه في الكافيتاشن في المنطقة هذه البرشر يستطيع انه يستعيد جزء من قيمته ويتعدى يتعدى الفيبر يتعدى الفيبر بروشر هذه الفرق بين الكافيتاشن والفلاشينج اذا لاحظ هنا الكافيتاشن occurs when the liquid brochure recovers يستعيد يعني يرجع اعلى من قيمة الفيبر في هذه الحالة في هذه الحالة البابلز اللي تكونت اللي هي غاز رح تبدأ تتحول ريكوندنس فبيصير يصير فيه كلابس للبابلز يعني تبدأ تتفجر للبابلز هذه انفجار البابلز هذه او تحولها من غاز الى سائل يولي الضغط عالي جدا على بعض الكمبونتس الكنترول فالبو وهذا ممكن يسبب لي مشاكل كثيرة في بعض الترمز او بعض الكمبونتس اذا هذه مشكلة كثيرة تحتاج لحلول رح نتطرق لها ولهي موضوع موضوع دراستنا الان اذا هذا ما يخص لاحظ هذه بعض الصور اللي يتمثلك بعض المشاكل شف لاحظ هنا هذا تأثير الكافيتيشن هنا كذلك تأثير الكافيتيشن والفلاشن لاحظ الفريكشن بين البابلز والترمز تأثر عندي وكذلك الكلابس تبع البابلز ممكن ممكن يكسر لأنه ضغط عالي ضغط عالي جدا اتمنى الصورة وضحت وهذا كل ما يخص الكتشر الاخيرة طولت فيها ولكن لكل حرية انك تقدم وتأخر حاولت انه اشرح بشكل تفصيلي عشان اللي مفاهم يحاول يستوعب اكثر واللي فاهم يقدر يعدي الاجزاء اللي هو مستوعبها اعطيكم العافية وبالتوفيق يا رب اشتركوا في القناة